موسيقى السلام عليكم شهد عام 2021 الذي لم يتبقى إلا أيام قليلة على رحيله شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والتي كان من أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية التي قاطعها نحو 85% مما يحق لهم التصويت بسبب حملة المقاطعة الشعبية التي أطلقها الناشطون ومتظاهرون تشرين وأصروا على أن خلاص العراق يكمن بإسقاط عملياته السياسية مشاهدين الكرام ولعادة تسليط الضو على أبرز الأحداث التي شهدها العراق في عام 2021 وواحد وعشرين نبدأ بهذه التغطية الخاصة في سياق الحصاد السنوي لأهم الأحداث في هذا العام والتي ستسلط الضو على التداعيات الخطيرة لنتائج الانتخابات على العملية السياسية وقواها الطائفية والحزبية والتي سيكون ضيفا فيها في الاستوديو الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي أستاذ نوري مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبدالله سلمان أستاذ عبدالله مرحبا بكم أهلا بك وبضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم أهلا بك مشاهدينا وقبل البدء في تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير انتخابات عام 2018 في العراق مرحلة فاصلة وبداية طور جديد من أطوار التفسخ في العملية السياسية حيث قاطعتها الأغلبية الشعبية الساحقة وجاءت في ظروف إقليمية انعكست بشكل مباشر على مزاج الأحزاب والكتل التي دخلت في دوامة تؤكد على عقليتها الفاسدة التي وصلت إلى مرحلة شيخوها وبعد صراع واختلافات أنتجت حكومة عادل عبد المهدي المشوهة من حيث التوافق الحزبي واكتمال نصابها الوزاري وأكبر ما يؤكد فشلها هو اضطرار شركاء العملية السياسية إلى اللجوء للانتخابات المبكرة وكان ذلك في الشهر العاشر من عام 2021 وبعيدا عن رأي الشارع المقاطع لهذه الانتخابات بنسبة تتجاوز 85% فإن ظروفها وتداعياتها على المستوى الأمني والسياسي تكشف بوضوح الحالة المرضية المزمنة في العقلية الحزبية أنتجت هذه الانتخابات خلافات هي الأول من نوعها على المستوى الأمني احتجاجات الميليشيات الخاسرة أمام المنطقة الخضراء واستدامها مع القوى الأمنية ثم تهديد زعماء الميليشيات العلني للكاظمي وتنفيذ تلك التهديدات بمحاولة اغتياله بطائرة مسيرة المشهد السياسي المضطرب جعل إيران تلقي بكامل ثقالها لرأب الصدع وسوق المتخاصمين بالقوى إلى حضيرة الطاعة لكن على ما يبدو الأمور على الواقع أشد تعقيدا من لملمتها بهذه السهولة فلا تحالف الفتح يرضى بنفوذ حكومي أقل ولا التيار الصدري يريد أن يتنازل عن المكتسب الجديد لتبقى الأمور بين أخذ ورد وحوارات ومساومات ستدفع الأحزاب بالنهاية إلى توافق حزبي غير متين انتخابات عام 2021 فتحت الباب الدموي لقاعة الصراع الحزبي وذلك ما سوف يترك آثارا أمنية وسياسية تهوي بالبلاد إلى منزلقات جديدة فالعملية السياسية الفاسدة تأسست على قواعد تدمير العراق وتحاول الإيغال في تدميره أكثر في الأيام الأخيرة من عمرها إذا المشاهدين الكرام لمن فاتت المقدمة ضمن حصاد العام 2021 هذه تغطية خاصة عن الانتخابات التي أجريت في العراق أستاذ نوري أجدد الترحيب بكم يعني بداية في أي مناخ سياسي وأمني أجريت الانتخابات والتي قطعت بنحو 85% من الشعب العراقي كيف أجريت هذه الانتخابات إذن؟ نعم شكرا لك سيد الحمد الحقيقة شكرا لقناة الرافدين على هذه الاستضافة وهذه التغطية الخاصة حقيقة يعني عن هذا الموضوع وهذا الملف الحقيقة أنه الانتخابات أجريت بمناخ صح التعبير سياسي مغلق أو انسداد سياسي حقيقي القوى السياسية القابضة على السلطة تم رفضها شعبيا والعملية السياسية برمتها متظاهري تشرين أو شباب الذين ثاروا بوجه هذه العملية السياسية التي أوصلت البلاد إلى انغلاق حقيقي سياسي يعني لا يوجد عمل سياسي حقيقي نعم كتل سياسية تتجه أو تجهت هي شيئا فشيئا إلى استثمار الدولة تجاريا لصالحها طيب فبالتالي بدأ العمل السياسي يتجه أو ينتهي بحقيقة الأمر في العراق ولا يوجد عمل سياسي فالشباب بالرغم من بداية أعمارهم ولكن مستوى الوعي الحقيقة جعلهم يدركون أنهم أمام انغلاق سياسي بالتالي هذا الانغلاق لا يسمح لهم بالمنافسة في العملية السياسية والتبوء إلى موقاعد مهمة في الدولة من أجل ممكن أنه يحدث تغيير على أيديهم طيب فبالتالي ما وجدوا غير الخيار أنه لازم يثورون نعم فصار الثورة تشرين ثورة تشرين غلقت الأبواب تماما على العملية السياسية غلقت الأبواب تماما على العملية السياسية القوة السياسية الموجودة حقيقة أو القابضة على السلطة لم تجد لنفسها مفرن غير إجراء انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة هم يقولون أنها جاءت تلبية لمطالب شباب تشرين طيب ثورة تشرين نعم الحقيقة أنه روج لهذا الأمر نعم ويعني الإعلام الذي اشتغله لصالح القوى السياسية تطوره من هذه الفكرة نعم بحيث أنه فعلا فكرة ثوار تشرين إنه الحقيقة أبدا ثوار تشرين منذ البدء هم كانوا يريدون تغيير العملية السياسية برمتها نعم إجراء انتخابات وفق هذه العملية السياسية لم تنتج بجديد لم تنتج بوفق المطالب التي قدمت بثورة تشرين نعم فالانتخابات اجريت حقيقة لخروج الأحزاب من أزمتهم الداخلية وليست الأزمة السياسية الأزمة الحقيقية التي يعاني من عدها الشعب العراق بأكملة وثارة من أجلها شباب تشرين أستاذ عبدالله سلمان الباحث السياسي من كوبنهاجن أجدد الترحيب بكم يعني مثل ما تفضل الأستاذ نوري حمدان يقول بأن هناك انسداد سياسي والسياسيون تم رفضهم شعبيا من قبل ثوار تشرين ولذلك خرجت الأحزاب تريد الخروج من أزمتهم في تصدير الأزمة إلى إجراء انتخابات برلمانية إذا كان هناك انسداد سياسي وهناك رفض تام للسياسيين الذين يقبعون في الحكم منذ عام 2003 وحتى الآن إذن لماذا أجريت الانتخابات أصلا أستاذ عبدالله الانتخابات أجريت وفق نظام سياسي سموء العملية السياسية وما أنتجه من دستور وقوانين هذه العملية كلها هي عملية متخلفة جدا لا تناسب الوضع السياسي لا في العراق ولا في أي دولة وإنما يناسب دول ما قبل القرن الماضي يعني العملية السياسية عملية أسست على أساس التوافق ولذلك هي متكلسة لا تستطيع أن تطور نفسها فهذا الاتجاه وهذه العملية السياسية لا يمكن أن تنتج عمل مشهد سياسي يخدم الشعب العراقي أو يحقق طفرة سياسية في العلاقات ما بين الحاكم المحكوم في العراق الإشكالية في العملية السياسية في أساسها وليس في مخرجاتها وإنتاجاتها بالانتخابات هذه أو غيرها المشكلة الأساس مثل ما تفضل ضيفك الكريم وإشتراطات ثورة تشرين هم إلغاء هذه العملية هو الباب الأوسع والأفضل لأن تنتج عملية سياسية تخدم الشعب العراقي لأنها عملية غير قادرة على أن تجدد نفسها أو تطور نفسها وبعدين هم كلهم نغسوا من نفس القادة والأعساب هم أصلا شخصيات متخلفة الأفضل ما بهم هو شيخ عشيرة الأفضل ما بالعملية السياسية هو شيخ عشيرة فعقليته غير قابلة في ذلك هم ساقوا إلى إنتاج دستور متخلف جدا يناسب عقليتهم ويناسب قدرتهم ويناسب أهدافهم مثلا من الأهداف الأساسية هو بعاد العراق عن محيط العربي يعني هم حاولوا يعني دائما يعني نجيب لك مثال واضح جدا في مادة تقول أن العراق هو عضو مؤسس في الجامعة العربية وليس العراق عربي بينما أقليم كردستان يقول لا الأكراد جزء من الأمة الكردية هذا التخلف اللي موجود هو اللي يخلق الأزمات طيب أستاذ نوري تعتقد أن المقاطعة التي جرت في الانتخابات الأخيرة هي من جراء أفعال الأحزاب السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ ثمانية عشر عاما أم أنها يعني جرت المقاطعة بسبب الفساد والمحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية أستاذ محمد ممكن تجمع الإجابتين أو تجمع السببين المهم أنه المقاطعة الانتخابات هي لم تجري بانتخابات العام 21 نعم فقط هي المقاطعة من يعني من الانتخابات 2018 بالضبط نعم 2018 نسبة المشاركة كانت كلش متدنية منتعش بالمية هم 18% ما وسطت العشرين بالمية وهم قالوا أنها وصلت إلى 35 أو 40 نعم ولكن هي بحد ذاتها هي كانت الانتخابات 18% ما وسطت العشرين بالمية خلينا نقول طيب فبالتالي هي ما أنتجتها الانتخابات 2018 لم يكن جدير بأنه ومشجع للمواطنين من ثم لتشجيحهم يعني لإجراء المشاركة في الانتخابات يعني لم يعتبوا جديد الانتخابات الجديدة أو المبكرة بهذا المناخ اللي تحدثنا عنه يعني كان المستوى المتدني كان جدا واضح طيب مراكز الانتخابات كان كل المتابعين والمراقبين يأكدون على أنه ما كوا ناس يجوي شاركوا بالانتخابات وكوا ناس أصلا ما استلموا بطاقاتهم نعم يعني فبالتالي هو نسبة متدنية سبب الحقيقي نعم لعدم المشاركة هو الانسداد السياسي للعملية السياسية مو للأحزاب نفسها وهذا الانسداد هو سبب سلوك هاي الأحزاب السياسية وميولهم إلى استثمار الدولة لصالحهم يعني استثمارهم تجاريا لصالحهم والهيمنة على مقدرات البلد ونهبة بطرق عدة وأبرزها الفساد فشوفها كلها تنجمع بملف واحد هو انسداد سياسي هذا الانسداد السياسي خلق طبقة جديدة وعي جديد إلى أنه هذه العملية السياسية الموجودة اليوم لا يمكن تحسينها أو إصلاحها من الداخل طيب فلابد أن يأتي مصلح من خارج هذه العملية السياسية بمعنى أنه لابد من أن يعاد النظر بهذا العملية السياسية برمته يعني بأسلوب جديد بنظام جديد الانتخابات هذه اللي صارت متعد الشيء هذه صارت من داخل العملية السياسية وليس من خارج العملية السياسية يعني السبب هو تدوير نفس الوجوه هو هو ليش احنا نقول الانتخابات هذه جاءت من داخل العملية السياسية وليس من خارجها نحن نحتاج إصلاحات للعملية السياسية وللإصلاحات العملية السياسية بعد هذه الانتخابات 2018 و 21 لا يمكن أنه تصلح العملية السياسية من الداخل فلازم يكون المصلح من الخارج عفوا نعم حقيقة يصح القول على هذه الانتخابات بأنها انتخابات حزبية وليست شعبية وليست انتخابات نيابية برلمانية جمهور الأحزاب تحديدا هم من ذهب المشاركة في الانتخابات الجمهور العام قاطع الانتخابات مو عزوفا كما سبق في 2018 ولكن بقرار وهذا القرار سياسي هنا صار عندنا المعادلة اختلفت صارت عندنا عملية سياسية مبنية على أساس المحاصصة الراعية للفساد وصار عندنا قرار سياسي شعبي القرار السياسي الشعبي اليوم وفق هذه الانتخابات وفق نتائجها هو الأغلبية القرار السياسي الشعبي هو امتلك الأغلبية بأصوات الشعب لأنه الأصوات اليوم يعني احنا في 2018 نقول اكو عزوف هنا ما اكو عزوف هنا اكو مقاطعة والمقاطعة ما اجدتي بقرار ذاتي لكل شخص اجدتي بدعوات النشطاء بدعوات الثوار بدعوات التشرينيين بدعوات الذين يريدون وطن قاطعوا الانتخابات ودعوا الناس إلى المقاطعة حتى يتم تثبيت هذا الأمر فصار عندنا كتلتين طيب استاذ عبدالله سلمان يعني تفضل الاستاذ نوري حمدان وصف هذه الانتخابات بأنها انتخابات حزبية لكن معظم الذين يعني راقبوا عملية الانتخابات قالوا بأن هذه الانتخابات هي انتخابات ميليشياوية إلى أي مدى يمكن يعني تقييم هذه الانتخابات ما بعد الانتخابات يؤكد ما تفضل به ضيفك الكريم وما تفضلت به أنت فالمشهد واضح جدا لأنه أكثر من 160 حزب شارك بالانتخابات أكثر مثل 3500 مرشح ودوشة الانتخابات والإعلام وصحفهم وقناوات عربية وغيرها كل هذه الدوشة وكل هذه الفترة الطويلة مما سبق الانتخابات لم تنتج إلا سوى أن يجلسوا ذات الوجوه القديمة وتناقش نفس الأمور ونفس التكتلات ونفس المحاصصة أصبحت واضحة جدا بقى البيت الإيراني أو ما يسمى بالبيت الشيعي والبيت السني نفسه والبيت الكردي واحد فإذن العملية هي نفسهم دولة نفسهم إجوي بعد الانتخابات يناقشون على مخرجات الانتخابات فلماذا أجريت الانتخابات إذا هم نفسهم حتى كان ممكن أن يغير وجوه آخرين هم غير قادرين حتى على تغيير الوجوه في هذه العملية الانتخابية حتى إذا يجيبون ناس وجوه جديدة هم مؤدلجين حزبيا هو صحيح يتبعون رئيس القائمة رئيس الحزب حتى من باب التغيير الإعلامي أنت من 2003 عندك نفس هذا الناطق الرسمي نفس هذا رئيس الحزب نفس هذه الكتلة ونفس المنطق ونفس الأسلوب هذا الأسلوب الذي يملأ الشعب العراقي وكرهه يعني أنت ما عندك قدرة أن تغير هذا دليل على أن العملية السياسية متحجرة غير قابلة لا شخصها ولا هي العملية السياسية فلذلك كل مخرجاتها هي مخرجات طبيعية جدا كان الشعب العراقي يتوقعها وذلك العزوف وما تفضل به الأخ هو قرار سياسي وقرار سلوك وحتى لو إحنا الأرقام اللي هم ذكروها بانتقاباتهم لو قستها مع أعدادهم هم كأحزبين والتابعين لهم والميليشيات والجيش وغيره حتى أقل من هذا فإذن حتى داخل قواهم داخل تنظيماتهم وتاخل داخل تكتلاتهم الناس نافرة لما يجري لأن المستفيدين هم السقف الأعلى من القيادة يعني ليس كل الميليشيات مستفيدة من السرقة وليس كل الناس يعني يأخذون ثلاث رواتب أو أربع رواتب فقط جماعتهم وناسهم والطبق الأولى فقط هي التي تسرخ جوهر المال العراقي ومثل ما يقولون يأخذوا زبدة خيرات الشعب العراقي لهم فهذه هي الإشكالية الكبرى التي تتعدد بالعراق سيد نوري لماذا اعتبرت نتائج الانتخابات الأخيرة اعتبروها هي الأخطر على العملية السياسية والقوى السياسية ما السبب في ذلك؟ هو الحقيقة يعني الخطورة في هذه الانتخابات ليست خطورة بمعناها العام على المستوى العراقي ولكن بمعناها الخاص على القوى السياسية نفسه لأننا قلنا القوى السياسية هربت من أزمتها الداخلية في إجراء انتخابات صحيح وحسنا ما وصفت بأنه يعني هروم بإجراء انتخابات ترحيل أو تحويل مشكلتهم إلى مشكلة وطن وهي هذه المحقيقة نعم هي مشكلة بداخلهم فالخطر يكمن في سلوكياتهم في رفضهم لنتائج الانتخابات وعدم رفضهم أو التنافس اللي راح يحدث بيناتهم شوف حتى الرفض يعني هو جزء من عنده بشكل واضح ودقيق هو لتقاسم المكاسب مو للحصول على دور سياسي شوف الدور السياسي في بعض الأحيان يكون لشخص نعم شخص واحد يكون إلى دور سياسي يعادل حزب يعادل حزب يكون إلى تأثير لشلون وشوكت لما يحمل برنامج لما يحمل برنامج عنده برنامج الناس تستوعب ماذا يريد إلى أين يصل بهم بقراراته السياسية والاقتصادية طيب بالتالي راح هنا يكون أكو القدرة على التأثير هم فاقدي القدرة على التأثير بالقرار السياسي والاقتصادي على المستوى الوطني بسبب غياب البرنامج اللي عندهم طيب وهذا الغياب هو وصل إلى من وصل حتى البلد ما عندنا رؤية اقتصادية صحيح فشوف احنا كل شهار تهديدات وكل شهر بدي يتحدثون عن ماكو رواتب صحيح صحيح راحت صندوقهم فراغ معرفشين يعني هاكل التفاصيل هي هنانا تكمن الخطورة الخطورة بالنسبة للناس الناس ما زالت تنظر إلى يعني ليس الضبابية بل إلى نفق مغلق مظلم لا يبصر إلى مستقبلا حتى القريب نعم الناس ما تعرف حتى استراتيجية ما عندهم ماكو لا هو ماكو يعني ما عندهم رؤية لا سياسية ولا اقتصادية نعم فبالتالي يعني المواطن ما يشعر ما يشعر أنه المستقبل مؤمن حتى يعني هو كل شهر مهدد راتب أكله وماكو صحيح فشون شون يقدر يخطط لمستقبله شون يفكر بابنا ش راح يصير صحيح يعني هاي كلها العوامل يعني هما فقدوا الناس فقدتها بسببهم بالضبع ومع ذلك هي مو هي هاي مشكلتهم اللي ممكن توصل للأمور بنتاج الانتخابات للخطر نعم لا الخطر يكمن في الصراع بيناتهم قد يرتقي إلى مستوى السلاح ممكن مواجهات طبعا طبعا ممكن كل الاحتمالات مفتوحة بصراعهم الداخلي كل الاحتمالات مفتوحة بصراعهم الداخلي لأن صراعهم الداخلي هو مو لتنفيذ برنامج مثل ما تحدثنا اللي يتعطش إلى المواطن اليوم المواطن يتعطش إلى برنامج يعني حتى يقدر يثق بيه حتى يكون عنده أمل للمستقبل هذا مو موجود فهما صراعهم الحقيقي هما للاستحواذ على السلطة والهدف من عندها سرقة مقدرات البلد سيد عبد الله ما جرى بعد إعلان نتاج الانتخابات من رفض الميليشيات طائفية هناك كما تعرفون هناك مظاهرات أمام المنطقة الخضراء لرفض هذه الانتخابات ونتائجها هذا الموقف الرافض لنتاج الانتخابات هل هو يتعلق بالحرص على الديمقراطية في العراق أم يتعلق بحصة الميليشيات من خارطة المغانو في العراق الديمقراطية في العراق منذ 2003 يعني لا وجود لها لا اسماً ولا تطبيقاً لأن الديمقراطية في ظل وجود سلاح مع فكر هذا إرهاق فلا يمكن التحديث عن الديمقراطية في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الصورة المظلمة التي سادها القتل والترهيب بإضافة إلى أن المسرح السياسي والدم الذي ساد نتيجة صراعاتهم هذا يلغي عملية الديمقراطية فمسألة الخوف على الديمقراطية هذه مسألة ليس لها مكان في الحديث نهائياً أما المصالح والمغانو هم المشكلة الأساس اللي عندهم مشكلتين أساسية هي المشكلة الداخلية والمشكلة الإقليمية المشكلة الداخلية ما قبل الانتخابات كان مطلب أساس لثوار تشرين هو محاسبة القتلة وأشار كل الناشطين والحقائق والمشاهد التلفزيونية والواقع والتحقيقات التي قامت بها الجهات تثبت أن قادة الميليشيات هم الذين سفكوا دم الناس فهم حرصهم واحتجاجهم على الانتخابات خوفا من أن يفقدوا مراكز السيطرة والضغط لجلبهم إلى المحاكم هذا من ناحية الداخلية بالنسبة لهم أما من ناحية الإقليمية فإيران كانت تطلب منهم دائما الهيمنة على المسرح الأمني العراقي المسرح الأمني بمعنى المفاصل الأمنية للعراق يعني مهمتهم ليس أن يكون لهم مقرات وإسم فلان أو ميليشيا أو عزب الفلاني مهمتهم المناطبهم من قبل إيران هو الهيمنة على القرار والمفاصل الأمنية الاستخبارية في العراق هذه هي مهمتهم الأساسية فبحكم وجوده أن خاسرين في العملية الانتخابية قد يفقدهم بعض السيطرة المهمة مثلا هم الآن ويهو الآن يتفاوضون وهذا واضح يعني هم عبروا بصراحة أن وزارة الداخلية والأمن الوطني والأمن الوطني وبعض الأجهزة الأخرى ووجود السلاح المشيات هذا يجب أن يكون من حصتهم وهذا هو المطلب الإيراني الاستراتيجي الذي تسعى له إيران إيران ليس لها مطالب أخرى غير هذه أما بالنسبة للاقتصاد فإحنا نعرف الاقتصاد العراقي صفر وإيران هي المزود للمواد الغذائية وغيرها لكن الأساس المكلف به هذه الجهات هي فقط الهيمنة على الجانب الأمني ولأن إيران تضغط على أمريكا بالمفاوضات النووية من خلاله أستاذ نوري أنت تفضلت وقلت ربما الصراع المحموم بين الأحزاب السياسية ربما يتحول إلى صراع مسلح خاصة مع وجود السلاح المنفلت داخل المحافظات العراقية وخاصة في بغداد ولكن هل تسمح إيران بوجود صراع مسلح بين الأحزاب الولائية التابعة لها؟ نعم بداية دعني أتفق مع أستاذ عبد الله لا خوف على شيء غير موجود الديمقراطية فعلا في العراق غير موجودة لأن ديمقراطية ليست فقط انتخابات الديمقراطية سلوك واحد من أهم عنوين السلوك هو قبول نتائج الانتخابات وهذه التظاهرات التي نتحدث عنها هي رافضة لنتائج الانتخابات وهم نفسهم سبق وأن أيدوا العملية الانتخابية وشجعوا الجمهور للمشاركة في الانتخابات وقالوا نحن نثق بنتائج هذه الانتخابات ونثق بهذه المفوضية وبالتالي رفضوها بالكامل وهم اليوم يتوجهون إلى المحكمة الاتحادية مطالبين بإلغاء هذه الانتخابات ويهددون ما بعد قرار المحكمة الاتحادية والحقيقة الخشية من أنه قرار المحكمة الاتحادية يكون مون صالحهم الشور راح يكون الموقف يعني الكثير من الناس قلقة على القضاءات قضاءات لا حول ولا قوة حتى مسدسات معدهم الشور راح يحمون نفسهم هاي مشكلة أما عن إيران تقبل أو لا تقبل إيران حقيقة وحتى على لسان قادة هذه القوة اللي رافضة لنتائج الانتخابات إيران بالدرجة الأولى يهمها مصلحتها نعم بالدرجة الأولى يهمها مصلحتها وإذا تقتضي مصلحة إيران اليوم يعني تشعل حربا أهلية في العراق لا اشتعلت ولكن الوضع اليوم مختلف هناك مفاوضات على الملف النووي هناك مفاوضات مع حتى وإن كانت شبه رسمية غير معلنة أو معلنة مع السعودية نعم ممكن ما طلعت بنتائج ولكن هذه مفاوضات نعم صفحة جديدة بدأت ما بين إيران والإمارات طيب إذن هذه كلها الخارطة يعني الخارطة السياسية للمنطقة بدأت تقلل من الضغط الإيراني عليمن على القوة وهي يعني حقيقة نتائج هذه الخارطة نعم أو المتغيرات الجديدة ممكن أنه ترفض تماما يكون أي يعني ضغط من هذه القوة نعم بتغيير الانتخابات وممكن تتقبلها نعم ولكن هناك أيضا حدود وسقوف لإيران في العراق ما تسمح بها أنه تتغير بل ضبط ما تسمح بها أنه تتغير نعم يعني لو لو تم الاتفاق مع الكتل الشيحية تحديدا نعم الكتل الشيحية الفائزة في هذه الانتخابات الحزبية مثل التيار الصدري ودولة القانون والتحالف الفتح بالرغم من المقاعد القليلة اللي عندهم لو متفقين لو متفقين نعم على رئيس وزراء وعدد وزراءهم نعم كان ما كان مشكلة لاحب ديران وكان حتى الفتح كان وافق طيب على هذه النتائج ومتهت القضية نعم استاذ نعم مشاهدين ضيوفنا الكرام نبقى وإياكم مع إنفوغراف يتحدث عن أبرز محطات الصراع السياسي بعد انتخابات 2021 فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا المشاهدين الكرام تغطية خاصة عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العراق ضمن حصاد العام 2021 وعشرين استاذ عبدالله هل تعتقد أن الميليشيات الولائية قد سددت لها ضربة قوية وكبيرة في هذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما انخفضت مقاعدها من 45 إلى 13 مقعد تعتقد ذلك ما قبل الانتخابات سقطت هذه الميليشيات نتيجة الاحتجاجات التي ظهرت عليها بالذات بالجنوب وحرق مقراتها وتحميلها مسؤولية ما يجري في العراق من دمار وتخريب اقتصادي وسيطرتهم على المنافذ هذه هي مقدمة خسارتها أما الأرقام هي فعلا خسرت ولذلك انهارت نفسيا وعملت مظاهرات والتهديدات تأكيدية خسرت هذه مواقعها لكن هذا لا يؤثر عليها لا يؤثر على وجودها لأنه الوجود هو ليس وجود سياسي بالنسبة لهم هو وجود من بيده السلاح ووجود من هو أعلى من السلطة هم أعلى من السلطة ونتذكر يعني هادي العامري قال في مقابلة قال نحن نضغط على القضاة بمعنى القضاة بيدهم والسلاح بيدهم فهم لم يخسروا أماكنهم في السلطة لأنهم أعلى من السلطة أنهم خسروا فقط المقاعد وهذه خسروها حتى قبل الانتخابات اليوم الناس في الجنوب بالذات وحتى في الموصل ويحملون كل ما يجري لهم إلى هذه الميليشيات هذه هي الخسارة الحقيقية نتيجة سياساتهم وتبعيتهم لإيران طيب أستاذ نوري هل تعتقد أن قبضة الميليشيات في العراق تراخت بعد النتائج المتدنية بالنسبة لمقاعدها داخل البرلمان؟ هل تعتقد أن هناك مرونة نوعا ما أو تراخي من قبل الميليشيات في أنها ربما تكون أقل وطأة مما سبق في العوام الماضية؟ هل تعتقد ذلك؟ حقيقة في الجانب السياسي كان مفروض أنه الجانب السياسي يكون هو الحصانة للسلاح المنفلت وهذا إذا زاد بعدد المقاعد أو قل هو نسبة تأثير يكون جد على الحكومة إذا ما أثر حقيقة بشكل إيجابي على الحكومة ما رح يأثر على تقليل قدرتهم وقوتهم بالنفوذ بالشارع المهم مثل ما تفضل أستاذ عبد الله المهم بالموضوع هم شعبيا فقدوا الثقة طيب شعبيا الناس بدت ترفض أحزاب سياسية لديها فصائل مسلحة أو ميليشيات هذا صار مرفوض ولكن الحقيقة أنه ما زالت القوة لديها قوة يعني فصائل مسلحة أو ميليشيات هي المسيطرة اليوم على الشارع هي المسيطرة على زمام الأمور وخير دليل على ذلك هو محاولة اختيار رئيس الوزراء لم تظهر أو لم تعلن الدولة العراقية بأجهزتها القواء الأمنية والتحقيق الذي يعني يفترض أنه اللجنة المحققة كانت برئاسة رفيعة للمستوى أمنيا يعني السيد الأعراج كان هو رئيس اللجنة وقادة أمنيين من الوزارة الداخلية وكذلك من مكتب رئيس الوزراء والنتيجة طلع البيان يعلن ما معروف عند الناس يعلن ما معروف عند الناس وأكثر دقة أنه البصمات تم إزالتها بالتالي فقد الدليل تماما عن هذا يعني فشل حقيقي بالوصول إلى الجنات نعم طيب هناك وين القوة طيب القوة عند الدولة للقوة عند اللا دولة القوة الحقيقة عند اللا دولة واللا دولة هي نافذة في الدولة طيب فإن تشوفه شوار النفوذ اللي بداخل الدولة هو ينطي أكثر قوة المن باللا دولة وهذا حقيقة يعني يراد لوقت ويراد لقرار سياسي للتغيير والتحسين والإصلاح إذا لم تنترك هذه القوى السياسية قرار جرأ وقرار سياسي حقيقي لا يمكن إصلاح هذا الأمر طيب أستاذ عبدالله كما هو متعارف في وسائل الإعلام بأنه مقتدى الصدر سيشكل حكومة أغلبية ووعدة بسحب السلاح من قبل الميليشيات ووصفها مرارا وتكرارا بأنها ميليشيات وقحة وميليشيات منفلتة هل باستطاعة مقتدى الصدر أن يقضي على السلاح المنفلت في العراق؟ بالتأكيد لا يعني الصدر هو جزء من عملية حفظ القوة خارج إطار الدولة يعني هو لا يستطيع إخراجها لأنه يتحدث عن مناكفات ما بينه وبين قيس الخزع لتحديدا يعني هذه هي المشكلة مشكلة الصدر الآن في بعض السلاح يعني هما يقصدون بالسلاح المنفلت لا يقصدون سلاح الميليشيات يعني كم قطعة سلاح عند هذه المجموعة وكم شيخ عشيرة هما يقصدون بالسلاح المنفلت هذه لعبة السلاح المنفلت لعبة التغييب الحقيقة عن الشعب العراقي السلاح الحقيقي المسلط على العراقيين هو سلاح الميليشيات بعموها المنضوية تحت العشد هذه هي الإشكالية الكبيرة التي لا يجرء الصدر نهائيا على تغييرها ولا يمكن أيضا إقامة حكومة أغلبية لأن العملية السياسية تأسست بالتوافقية التي حدتها أمريكا ورضت بها إيران وقبلتها لأن مصلحتها تكمل في هذه التوافقية فلا يمكن للصدر الخروج من التوافقية لأن هذا نظامهم لا يستطيع بعدين كل ما يجري الآن من حديث عن حكومة أغلبية هي عملية ضغط على المجموعات التي يكراها شخصيا الصدر لإضعافها داخل السلطة سيد عبدالله هناك كلام يتداول على أن مصطفى الكاظمي هو المرشح الأوفر حظا ليكون رئيس وزراء المرحلة المقبلة مصطفى الكاظمي تم تسير طائرتين مسيرتين وقامت بإلقاء التفجيرات على سطح بيته كيف يمكن أن يستقيم هذا مع ذاك؟ بالحقيقة ليس تناولا شخصيا وإنما مصطفى الكاظمي شخصيا غير قادر على أن يقود حكومة فلذلك هو ضعيف جدا وبمرحلة مثل ما بعد يعتاج أن يعتمد إلى الصدر في إصدار قراراته يحتاج شخص أكثر شراسة من الكاظمي الكاظمي الرجل لا يمتلك صفات القيادة الحقيقة صحيحة وكل طموحه هو أن يخرج متقاعدا كرئيس وزراء يعني لا يفكر هو حقيقة كشخص لا يسعى لها ولا الظروف تسمح بإعادته لا حتما سيكون غيره ولكن هي نفس العملية لا يتغير يعني لأبادل ما تغير عن عادل عبد المهدي ولا عادل عبد المهدي ولا الكاظم يتغير عن عادل عبد المهدي يعني العملية هي العملية السياسية ليست بشخصها إنما بنظامها الفاسد طيب أستاذ نوري إبلاس خارت حذرت مجلس الأمن من انفجار شعبي مكبوط في العراق إلى أي مدى يمكن التعويل على المجتمع الدولي في نهضة العراق عبر التظاهرات كتلك التي حدثت في تشرين الحقيقة يعني الشعب العراقي ما ينتظر ممثلة الأمين العام الممتحدة نقل هذه المعلومة الشعب العراقي هو أوصلها للعالم لأنها هي أيضا متهمة بالتواطئ مع هذه القوى السياسية وإدفاء جدوة الثورة والجمهور العراقي حقيقة غير محبب إلى بقائها أصلا طيب فتحديدا أنه الثورة هي ما زالت قيد الحياة طيب ولم يستطيعوا تماما يعني قتلها أو إجهاضها طيب هم قيدوا هم يعني بعثروا قواها ولكن في ظل استمرار السبب استمرار السبب سوف يقوى أو يقوى رد الفعل قوة رد الفعل المقبلة راح تكون أقوى من تشرين السابقة وستكون يعني ثورة حقيقية ضد هذه القوى التي متمسكة ببرامجها متمسكة بتقسيمها الطائفي متمسكة بتقسيمها يعني المحاصصات بالنسبة للدولة وبهذه الطريقة فالثورة يعني متوقع أنه قادمة فعلا لا يمكن أنه تحديدها أنا أنا أوصفها كالزلزال أو ممكن البركان البيولوجيين يعرفون وقته ولكن الزلزال يعرفون راح يعدي الزلزال بس ما يقدرون يحددون وقته كذلك منظري الاجتماع ما يحددون موعد المقاومات الثورة أو أسبابها تنوجد ولكن متى هذه تكون ردة فعل بديهية عند الجمهور يحققون ثورة كبرى لتغيير منعطفات تاريخية ببلدان يعني شهدها التاريخ نعم فمتى ممكن أن تحدث قريبا بعد شهر شهرين ما أعتقد بعيدة ولكن لا يمكن لا يمكن لفرد أو شخص أن يحدد وقتها بالضبط ولكن هي قادمة ما زال السبب قائم السبب قائم ويتفاعل كلما تقوى يعني دعائم أسبابهم واستمرارهم في الاستحواذ على مقدرات البلد والفساد فيه كلما تقوى أسباب ردة الفعل في الثورة في الثورة نعم ساذ عبد الله هل أن صياغة المشهد السياسي القادم محكوم بقوتين الاحتلال خاصة الولايات المتحدة وإيران حيث أن صياغة المشهد القادم يعتمد على مخرجات ونتائج وصناديق الاقتراع هل تعتقد أنه محكوم بقوتين اللي هي الولايات المتحدة وإيران خاصة أن الولايات المتحدة أعلنت الانسحاب وبالتالي أن تواجدها هو تواجد استشاري ليس أكثر التوافق ما بين إيران وأمريكا حول العراق ثابت ليس لا يدخل بتواجد القوات الأمريكية أو خروجها لأن إيران أيضا تدعي أن ليس لها وجود عسكري فألي في إيران في العراق التواجد هذا الشكلي غير مهم لكن الأساس فيه هو التوافق السياسي الموجود إيران وأمريكا لا يختلفان على العراق إنما يستخدمانه كورقة الضغط وليست قضية قضية الشعب العراق إنما العراق هو ورقة الضغط أنه أنا أحجمك كل واحد يريد أن أحجم الآخر داخل العراق أثنين هم مشتركين في نهب العراق والهيمن عليه ومصادرة القرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي لكليهما فلذلك الخلاف فيما بينهم يبقى قائم وفق مصالحهم أما العملية السياسية تبقى بالتوافق الأمريكي الإيراني ولا تخرج عنه لأنها صممت بالتوافق الإيراني الأمريكي منذ أيام بريمار يعني ليس عديداً كل مرة نتذكر لما فاز أياد علاوي إيران ضغطت من أمريكا أن تقنع علاوي أن يخرج ويأتي المالكي فهذه هي التوافقات وهذه مستمرة إلى وجود بقاء العملية السياسية نفسه إما لم تزال العملية السياسية كاملها وإلغاء الدستور بكل أرقانة بإقليمة بكل شيء كل هذا يجب أن يلغى ويعاد إعادة نظام سياسي جديد يخدم الشعب العراقي ويخرج هذه القوة السياسية العالمية والإقليمية من التأثير على مستقبل أبناء الشعب العراقي طيب أستاذ نوري للنتاج الأخيرة هل أظهرت عزلة القوى السياسية بلا استثناء وأن هناك مساحة أو بونا شاسعا قد حدث بين القاعدة الشعبية وبين العملية السياسية برمتها شوف المؤشر الأهم نعم يعني نحن عندنا مؤشرات واضحة بالمقاطعة أنه جمهور يعني الرأي الشعبي هو رافض لهذه القوى السياسية ولكن المؤشر الأهم وأستاذ عبد الله في بداية الحلقة ستحدث أيضا عنه أنه الجمهور الحزبي نفسه نعم الجمهور الحزبي لهذه القوى هو نفسه غير مقتنع بأداء هذه القوى والكثير منهم لم يشارك أيضا في الانتخابات نعم والكثير منهم لم يشارك في هذه الانتخابات حتى وصل الأمر في تغريدات وبوستات في مواقع التواصل الاجتماعي نشروها بعض قادة هذه الكتل يتهمون جمهورهم بالخيانة نعم فالعزلة التي وقعوا فيها بدأت أو باتت هي التكبر كانت هي شعبيا مرفوضين ولكن المؤشر الحقيقي يعني فقال السؤال أنه من جمهورهم الحزبي بدأ يخرج وينضم إلى الشعب وهذا طبيعي جدا لأنه لا يمكن إنسان يشوف أكثر من 85% من الشعب العراقي رافض هذه القوى وهو يبقى متمسك بها وغير مستفيد لأنهم أغلب مثلا ذول اللي موجودين من جمهور هذه القوى هو موظف حكومي لو عسكري هو هذا هما ما متفضلين عليك بالمناسبة هما لازم يفهمون جيدا يعني هذا الجمهور اللي كان منتسب في الداخلية ومنتسب في الدفاع ومنتسب حتى في الحجد الشعبي لا يوجد حزب أو شخص في الحكومة أو في البرلمان هو متفضل عليك أنت في مؤسسة الدولة العراقية فبالتالي لا يمكن لشخص يكون متفضل عليك غير العراق العراق هو متفضل عليناك جميعا هو اللي نحن عايشين بخيرات هذا البلد فبالتالي الفضل هو يعود إلما لأصل الوطن ونحن أبناء الوطن مو هما طيب أستاذ عبدالله بسؤالي الأخير إلى حضرتك وبقيت لدينا ربما يعني أقل من ثلاث دقائق أو أربعة يعني هنا كيف ترى مستقبل العراق لو نفترض أن الحكومة شكلت كيف بنظر استشرافية كيف يعني خارطة العملية السياسية في العراق كيف ستكون هو بالتأكيد لا تغيير في الخارطة السياسية العراقية لأننا مثل ما يعني تحدث ضيفك والكريم أن العملية هي واضحة فاسدة من البداية وأركانها فاسدة وأركانها وضعت لأن تبقى هذه العملية دائمة وافقية فإذن لا يوجد تغيير في المشهد السياسي سيحدث إلا أن ما بعد الانتخابات الأمر سيكون أخطر كثيرا على الشعب العراقي لأن القوة التي خسرت الآن تضمر العداء والحقد على الشعب العراقي لأن تعتبر هذا خذلان وخيانة لها لذلك ستقر من أبناء الشعب العراقي بقوة خصوصا ثوار تشرين سيكون معرضين وكل الناقدين وكل المعارضين سيكون معرضين إلى التهديد الحقيقي بعد الثورة لأنهم يخططون لمرحلة سيستفيدون مما جرى قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات لذلك سيضعون الخطط الجهنمية لتغيير الوضع السياسي لصالعهم فبالتالي لا تغيير في العملية السياسية أو شكلها قد يأتم بالرئيس وزراء آخر فقط طيب أستاذ نوري بدقيقة لو سمحتم ما هي الحلول التي يمكن من خلالها أن يؤمن الشعب بالعملية الانتخابية وبالنظام الديمقراطي كيف يحدى أحده ذلك؟ الحقيقة هو أمرين الأول الأول تنازل هذه القوة السياسية للشعب والانفتاح أكثر وإصلاح حقيقي للعملية السياسية على أساس وطني وانفتاح على كافة أبناء الشعب بدون استثناء وبدون اتهامات مسبقة ويتركون الشعب يختار من يقود هذا البلد والثاني هي الثورة نعم أنا أشكرك أستاذ عبدالله سلمان الكاتب والباحث السياسي حدثنا عبر سكايب من كوبنهاقين كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي شكرا جزيلا والشكر موصول لحضراتكم أعزائنا المشاهدين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة